ريحت الشارع إلى أن تدخل السيدة الرئيس واتخذ القرار المناسب في أزلاء عندنا شوية شكاوي وصلتنا مجددا شكوى من أصحاب المعاشات بخصوص رفع أسعار اشتراكات المترو مترو الأنفاء من 140 جنيه ل900 جنيه في الثلاث شهور نحن بنرفع الشكوى للسيدة وزيرة التضامر شن يبقى فيه موقف العاملون بمدريات التنظيم والإدارة على مستوى الجمهورية يشكون بعدم مساواتهم بالزملائهم العاملين بالجهاز نفسه بالرغم من قيامهم بنفس الدور اللي بيقوموا بيه ولم يتم مساواتهم حتى الآن 180 أسرة بتشكو من عدم تسليمهم أحدات سكانية تم التعاقد عليها في أحدى المشروعات التابعة لمحافظة القاهرة مرسل الشكوى دكتورة مونة محمد عبد العزيز بجامعة الزأزي نداء إنساني من مواطنة بمركز أرمان تبلو أسر بتعاني مرض نادر وتحتاج إلى علاج على نفقة الدولة شكوى من أهالي حي العجم بالإسكندرية بخصوص عزل مجلس إدارة قرية زهراء بيانكي بالمخالفة للقانون نرفع الأمر السيد المحافظ أصحاب أقارات شارع الطيران بالدوئة بيطالبوا بتعويضهم مقابل هدم بيوتهم ضمن خطط المشروعات القومية للدولة المصرية وأيضا يطالب عدد من سكان المرج بشارع البترول بعدد النظر في قرار هدم منازلهم بسبب خط التوسعات اللي بتجريها الحكومة حيث أن هناك بداء الأخرى ممكن تنفيذها بعيدا عن إزالة منازلهم عمال شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية لديهم رؤية في وقوع بعض المخالفات وبيطالبوا سيد الوزير بالتحقيق في هذا الأمر شكوى من أهالي قرية عمروس مركز الشهدة محافظة منوفية العمل بيتوقف العمل على الكبرى اللي تم إصدار تعليمات من رئيس الجمهورية بعمله بعد عدد من حوادث غرق المراكب وتم تخصيص 100 مليون جنيه لإنشاؤه وعندنا شكاو كتير إن شاء الله بكرة نكملها نعود إلى طيب عندينا استجابة المواطنة وردع بس حفني من أقصر كانت بطلب وزير التضامن بصرف معاش بعد وفاة زوجها منذ عام تقريبا عندنا كمان استجابة الحقيقة استجاب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبوري لنداء النائب في مجلس شورى سيد محمود بكري اللي وجهه إليه أمس بمشاركة وزير الموارد المائية والريد دكتور محمد باطي بصدد سرعة التدخل لرفع المخلفات والقمامة وتطهير طرعة مجرس سيل بمعصر البلد صباح اليوم انتقلت كافة الأجهزة المعنية على رأسها مهندسة جهال عبد منعب نائب المحافظة منطقة الجنوبية بالقهرة وكافة مسؤولي الوزرات إلى طرعة مجرس سيل بمعصر البلد بمشاركة أربع حفرات ونحو 40 سيارة نقل للمخلفات الحقيقة بعد تواصل الأجراء النائب محمود بكري مع الجهات المعنية حدث تحرك كبير جدا وأيضا حدث تحرك في إطار توسيع ترعة مجرس سيل بالمعصر البلد نعود